عدة الكلب هو لو كلب عد انسان لازم يروح المستشفى وياخد حقا ولا دي حاجة مش خطيرة ممكن يكبر دماغه ويسكت طب نفرض ان الكلب معدوش ده خربشه بس يروحه ولا مايروحش طب هو الكلب الوحده ولا حيوانات تانية لازم يهتم بيها ولو عدو نروح برضو المستشفى طب ازاي نتعامل مع عدة الكلب كل ده هو معلومات تانية كتيرة ومعلومة مرعبة هلازم كلنا نعرفها بعد الفاصل تابعونا اهلا بكم معاكم الدكتور تامر اخصائي البطنة العامة النهاردة هنتكلم عن عدة الكلب يعني هنتكلم عن مرض اسمه السعار السعار ده فيروس بيصيب الحيوان وممكن يتنقل للانسان عن طريق ان الحيوان ده يعد الانسان الفيروس ده بيكون موجود في لعاب الحيوان فعشان كده بيتطقل بطريقة سريعة عن طريق العد لكن ممكن الحيوان ده نفسه يكون بيلحس جسمه بلسانه او بيلحس ايديه او رجليه يعني بلسانه وبعدين يخربش حتى الانسان فممكن كمان عن طريق الخربشة عشان كده في المؤتمرات الاخيرة بيقولوا حتى لو الكلب ده خربش الانسان لازم الانسان يروح وياخد الحاجات اللي احنا هنقول عليها طيب هل هو الكلب بس هو اللي بينقل المرض ده للانسان الحقيقة لا حيوانات كتير بتنقل المرض ده للانسان زي القطط الفيران زي الحمير البقر زي التعالب الزئاب وغيرهم وعشان كده بنقول لو حتى قطة خربشة الانسان او حتى عضة الانسان او كلب او فار حتى او حتى حمار او اي حيوان لازم يتجي فورا للمستشفى وياخد الحاجات اللي احنا هنقول عليها لو حيوان عض الانسان والحيوان ده كان عنده المرض والمرض اتنقل للانسان والانسان ده ما رحش يخد الحقن دي ولا حاجة الاعراض بتظهر على الانسان بعد من 20 ل 90 يوم وبيظهر الاول شوية حمى ارتفاع درجة حرارة يعني شوية تكسير في الجسم شوية الم في البطن شوية ترجية حاجات بسيطة كده بعد كده تظهر تشنجات تظهر غيبوبة بعد كده لقدر الله بيحصل الموت الانسان لان الفيروس ده لما بينتقل للانسان بيحتل الجهاز العصر بالمركز بتاعه وبيضمره وبيكون سبب في الوفاة عشان كده المعلومة المرعبة اللي بنقولها ان مرض السعار ده مالوش علاج لكن ليه وقاية يعني الانسان لو فعلا الحيوان عنده سعار واتنقل للانسان والانسان ما خدش الوقاية بتاعته والحاجات اللي هنقولها فده بيقدي للوفاة بالنسبة للانسان وما بنيعرفش نتصرف معاه وما بيبقاش ليه علاج بتبقى المرحلة متأخرة ما بينفعش ليه علاج بعد كده عشان كده دي حاجة مهمة ازاي نتعامل مع عضة حيوان او مع خربشة حيوان اول حاجة بنطهر الجرح وبننظفه كويس تانية حاجة الجرح بتاع الكلب معروف انه ما بيتخيطش وما بيتخيطش ليه علشان الفيروس ده ممكن يكون موجود سطحي على الجرح فممكن واحنا بنخيط بادينا احنا ندخل الفيروس للعصاب الطرفية اللي هي موجودة في الجلد السليم عن طريق الابرة ومن خلال العصاب الطرفية يوصل للجهاز المركزي الجهاز العصاب المركزي وكده يبقى احنا اللي ساعدنا في انتشار الفيروس تالت حاجة يبدأ ياخد الحاجات اللي هنقول عليها دي بالزبط رقم واحد حاجة اسمها مصل الكلب دي غير لقاح الكلب مصل الكلب ده بيتاخد عبارة عن عشرين وحدة لكل كيلو جرام يعني لو طفل مثلا عشرة كيلو بياخد عشرة في عشرين بمتين وحدة بياخد متين وحدة بنحط جزء صغير على الجرح والباقي بياخده عضل لو شخص كبير مثلا وزنه مثلا مية كيلو فبياخد مية في عشرين بألفين بياخد الفين برضو جزء صغير على الجرح والباقي بياخده عضل المصل ده في منه انواع كتير فيفضل ان احنا نعمله اختبار حساسية الاول يبقى اول حاجة ده مصل الكلب تاني حاجة هو مصل التيتانوس بياخد مصل التيتانوس وطبعا برضو بيعمله اختبار حساسية دي حاجة معرفة تالت حاجة بقى اللي قاح الكلب اللي احنا معظمنا يعرفه اللي هي حقن الكلب ودي عبارة عن خمس جرعات بياخدها عضل بياخد الجرعات دي الجرعة الاولة في اليوم الاول بعد كده التلات تيام وياخد الجرعة التانية بعد كده سبعة تيام ياخد الجرعة التالتة بعد كده اربعتاشر يوم ياخد الجرعة الرابعة وبعد كده الجرعة الاخيرة بعد تمانية وعشرين يوم الحقن دي بتتاخد بالنسبة للكبار في عضلة الكلب في الدلتويت زي كده وبالنسبة للاطفال بتتاخد في الورك من قدام زي التطعيم زي كده لو واحد حامل وعضها كلب او خربشها كلب او اي حيوان تاني برضو تاخد اللقاح مفيش فيه مشاكل خالص طيب هو فيه ناس نديهم اللقاح بالخمس جرعات دول وما يكونش حاجة عدتهم اللقاح ده حاجة كده وقائية فبنديها للناس اللي بتتعامل مع حيوانات كتير زي مثلا في السيرك مثلا او بيتعاملوا في جنينة حيوانات او الاطباء البطاريين او اي حد بتعامل مع حيوانات بشكل كبير ومتعرض ومعرض للعد فبياخد الخمس جرعات دول عادي فبتبقى دي حاجة كده زي تحصين ليهم في النهاية الرسائل اللي نطلع بيها اول حاجة لو عدك كلب او اي حيوان تاني او حتى خربشك تتجي فورا لقرب مستشفى هتاخد التالت حاجات اللي احنا قلنا عليهم مصل الكلب مصل التيتانوس لقاح الكلب بالخمس جرعات بتاعه في الايام اللي احنا قلنا عليها تاني حاجة مرض السعار احنا بنقول انه ملوش علاج لكن ليه وقاية فعشان كده احنا ما نقدرش نقول هالكلب ده عنده المرض ولا لا الحيوان عنده المرض ولا لا انا اخد بالاحرس والاحوط لو حصل الكلام ده اروح لمستشفى واخد الحقن والتطعمات اللي احنا قلنا عليها احسن الحاجة الاخيرة ابعد عن الحيوانات على قد ما تقدر بلاش تربي قطط بلاش تربي كلاب ملهاش لازمة ولو مضطر ان انت تربي حاجة زي الحاجات دي يبقى لازم تحصنها كويس وعنده دكتور بطري مش عنده اي حد يكون هاوي او حاجة لازم ياخد التطعمات كويس عشان ما يبقاش عنده المرض ده وما يجلوش مرض السعار وفي النهاية احب اشكركم لو عايز الفيديوهات توصلك اشترك في القناة اعمل سبسكرايب لايك شير شكرا لكم